محافظة الأنبار التي تقدر مساحتها بثلثي مساحة العراق تمتاز بأراضيها الصحراوية الشاسعة وتمتلك منافذ حدودية مع ثلاث بلدان عربية ولعل الغريبة في الأمر أنها تفتقر لمطار مدني منذ تأسيسها ولذلك فإن الشخص الذي يحاول الوصول للعاصمة بغداد وبقية محافظات العراق عليه أن يقطع مئات الكيلومترات حتى يصل إلى مبتغاه النجا من مخاطر الطريق وخطورة الجماعات المسلحة بأشكالها المختلفة معنا أكثر من مرة مجلس محافظة يصوت ويجيب كتاب على إنشاء مطار محافظة الأنبار المحافظة الوحيدة هي ثلث مساحة العراق ما بها مطار وتعداد سكانها قاعد يزداد مدى يقل عندنا مطارات عسكرية وكثرتها هواية حولنا واحد مطار مدني وخلي العالم تعيش وخلي العالم تسافر الطرق صارت مو أمينة العالم تطير بالجو وخليها بلكت الله يعني الله يسر ويوصل مكان اللي يريده يتعالج ويرجع أحسن من الطريق البري والطريق مو أمان ليش ما أفعل لي هنا مطار وخلي يخدم المواطنيين ويخدم العالم وهم في شغلة حضارية يعني محافظة كبيرة محافظتنا مساحتها تقريبا ثلث العراق كله وكون محافظات صغيرة كلش وبيها مطارات ومن جهتها فقد أكدت حكومة الرماد المحلية أن العديد من الإشكاليات وقفت عائقا أمام تنفيذ هذا المشروع الحيوي والمهم على الرغم من الحاجة الملحة لتنفيذه وبأسرع وقت ممكن بسبب من يحاول أن يضع العصى في دوالب الإعمار في هذه المحافظة الرؤى الموجودة عندنا نحن كمدينة الرمادي وحكومة الرمادي وأيضا الحكومة المحلية السابقة أن يتم تحوي المطار الحبانية إلى جزئين جزء عسكري ضمن المدارج الموجودة بالوقت الحاضر والتي تمكننا من عملية بناء مطار بشكل سلس وسريع جدا وجزء من المطار الحبانية يكون مدني هذه الإشكالات الحقيقة تم حلها والحمد لله والشكر في فترة معينة تم فتح باب الاستثمار عن طريق هيئة الاستثمار وقدمت ثلاث شركات على ما أعتقد ولكن للأسف الشديد صارت تدخلات سياسية وتدخلات عشائرية ضغطت على الحكومة السابقة أجبرتها بتحوي المطار الحبانية إلى منطقة 35 على أساس أن يتم مباشر بك مطار استثماري كبير جدا ولا يخفى على أحد حجم الدمار الذي تعرضت له محافظة الأنبار التي نكبت من جراء سيطرة الإرهاب والعمليات العسكرية التي خلفت المئة من المصابين وذوي الإعاقة الذين يحتاجون إلى التنقل جوا وبصورة مستمرة بحثا عن العلاج من الرماد باسم الأنباري قناة الفلوجة